ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك الصغيرة اللي بتيجي متوفر بيها مغناطيس تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر من خلالها تقفلي مختلف الأكياس الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا منشر حجمه بيكون صغير لكن لما بتفتحيه بيسع معاكي كمية كبيرة جدا من مختلف أشكال وأنواع الهدوم وغير كده كمان تقدر ان انت تنشري عليه البطاطين أو أي حاجة انت عاوزها وكمان هو بيحتوي على كذا رف وبيجي فيه رف عبارة عن مشابك تقدر ان انت تنشري عليها الملابس الداخلية أو الشربات وغير كده هو بيجي مزود بعجلات يعني تقدر ان انت يتحركيه وتتحكمي في مكانه بكل سهولة وهو مش بياخد عندك أي مساحة في البيت خالص بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف أسوسات أو التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المنظم ده بيحتوي على درجين تقدر ان انت تنظمي فيه أي حاجة انت عايزيها بطريقة شيء جدا بعد كده عندنا المصفل لتقدر يتحكمي في حجمها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الخضار أو الفكهة أو الموعين وطبعا المصفى دي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدا بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزء الطبق ده بيبقى فيه مصفى بيساعدك ان انت تخسلي أو تصفي الخضار أو الفكهة وغير كده هتقدر ان انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي به مختلف انواع الخضار أو الفكهة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر أخطية للأطباء وطبعا هي بتيجي بأحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الأطباء أو الكوبايات أو المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت منظمها في الطبق أو المنظم ده متقعش منه بعد كده هنا عندنا الأداة اللي بتساعدك على إزالة البزور من مختلف أنواع الخضار والفكهة زي الزتون كده لو انت حابة تخليلي الزتون أو تفروميه تقدر ان انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الأكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس أو الفراخ أو المكرمشات بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة للتنظيف الشبابيك والممساحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر يدي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه من بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشبابيك عندك بعد كده عندنا المنفضة أو الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي الجدار أو الأجهزة أو النجف وهي بيكون لها كزا استخدام تقدري طبعا من خلالها تحصلي على أفضل نتائج التنظيف وهي طبعا بتشتغل عن طريق الشحن بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية أو السنبوستة أو القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير وهنا معانا الممساحة المارينة جدا دي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران أو دوليب المطبخ أو البلاط أو الميريات أو الشبابيك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي مظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه أدوات ولوازم المطبخ زي السوسات أو الشوك أو السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ستة أنواع من التوابل اللي بتستخدميها وهنا تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على أقدار الحمام عندك بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه فرش الأسنان ومعجون الأسنان بعد كده هنشوف عندنا الأداء أو المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف أنواع السوسات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداء ثلاثة في واحد المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة أو الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ أو الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة في الحمام عليها فرش الأسنان ومعجون الأسنان أو تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظم عليها أدوات المطبخ زي الشبك والستكاكين والمعالي وهنا معانا حامل أو منظم تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام وتنظم عليه المناديل أو أدواتك زي الكريمات أو الشمبوهات أو العطور ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تعملي من خلاله عيش الكريب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا عندنا مصطفة تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها وتقدر ان انت تستخدميها لتصفية الفكهة أو الخضار أو الفراخ أو اللحمة واهم حاجة في المصطفة دي انها مصنوعة من السيليكون وما بتاخدش مكان عندك في المطبخ خالص ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انت تستخدميه للموبايل أو تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للاكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر ان انت تسبتيه عندك على الجدار أو جنب التلاجة وطبعا المنظم ده بيخلصك من زحمة الأكياس اللي بتبقى عندك واستخدامه بيكون سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تسبتيه على جدار الحمام بكل سهولة من خلال أداة التسبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشامبوهات أو الكريمات أو العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بيجي معاها كذا قطعة بأحجام مختلفة وهي بتساعدك على فصل البزر من مختلف أنواع الفكهة أو الخضار اللي بيكون موجود في بزر زي التفاح أو التمر بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم جميل قوي للحمام تقدر ان انت تثبتيه عندك على حود الحمام وتنظم بيه فرش الأسنان ومع جون الأسنان وهنا هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتي بها الملايات أو المفارش على السرير عندك بحيث ان الملايات أو المفارش عندك تفضل ثبت على السرير ما تتحركش بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمنشر صغير وتنشر عليه الشربات أو الملابس الداخلية ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الأدوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعرض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي